ما عندي ثقة فيك أخي وسامة ما عندي أبداً ثقة فيك واضح أنك أنت عندك مشكلة في السر وفي العلانية عالجها بعيد عني الله يتزاك خير جيت أنت بعدها وقلت في استقالة قدمتها للجنة التحقيق حق المجلس بعد ما شفت أن الجو مو معك أتقدم باستقالتي من لجنة التحقيق في الأحداث الواقعة أثناء الجلسة الافتتاحية والمشكلة من مكتب المجلس والذي سبق لي التحفظ عليه باجتماعة مو صحيح أخي سامة لا تهم الناس بخلاف الحقيقة أقسم بالله قسم أحاسب عليه يوم القيامة أنت من طلب تشكيل اللجنة وأقسم بالله قسم أحاسب عليه يوم القيامة لم تتحفظ عليها في الاجتماع وأنت كنت عضو فيها وعضو فاعل فيها ثم وجدت بأن الشارع لا يريد هذه اللجنة مثلا وهذا أمر نتقبل من الشارع نتقبل كل نقد يجينا من الشارع بس ما نتقبل منك تسوي نفسك بطل على حسابنا أبدا ما رح نتقبلها منك أخي سامة ونتمنى منك المرات الجاية توخر تماما عن الهمز واللمز بأصحابك وأخوانك وأصدقائك في المدلس ونقول لك من باب النصيحة لا من باب الخوف أسلك طريقك الموجود في السر وفي العلانية أنا شخص لي وجه واحد لصورة وحدة في السر وفي العلانية وتحمل ما يأتيني إذا كنت مخطئ أما الهمسي موضوع الميداليات ومتقلد الميداليات فهذا أمر أنت ما تفهم أنت مو رياضي ولا تفهم شنو معنات أن أبنائك يعني يحاسبونك أو يعني يحاولون أن يوصلون لك رسالة بأننا نقدر ونثمن وقوفك معنا هذا أنت ما تفهم لأنك أنت منترياضي فهذا ما لومك عليه فلا تهمز وتلمز وعلينا تتكلم عن أنه شنون يحقق واحد أو شيء إحنا في اللجنة يا أخوان يا عموم الشعب الكويتي أقسم بالله أننا في اللجنة متفقين كلنا واسألوا النواب الموجودين اسألوهم واحدا واحدا متفقين على أن نكلف لجنة حيادية للقيام بهذه المهمة أما موضوع الإحالة للنيابة فهو خلط ما بين ملفين ما حصل في الجلسة في لجنة التحقيق حنا كنا متفقين على أن تكون في لجنة يا أنها قضائية أو لجنة من نزاهة وكنا نبي نستشف رأي النواب